أصدقائي المشاهدين أهلا وسلام بكم النهاردة إن شاء الله هنختبر ثلاثة ونسمع ثلاثة من الطلبة الطعنة المتفوقين لاجتازوا المستوى الأول لدراسة المقامات الصوتية ويتأهلوا للمستوى الثاني فنختبرهم في المستوى الأول نشوف المستوى اللي وصلوا ليه عمل إزاي فحبيت أن حضراتكم تشاركونا اللحظات دي وتشوفوا معنا ثلاثة من أفضل المشايخ اللي عندي وهم الشيخ إبراهيم الشاشاعي والشيخ سيف والشيخ زيادة عبدالله الترتيب بترتيب السنة بس مش أكتر فتابعوا معنا إن شاء الله نشوف المستوى اللي وصلوا له عامل إزاي في التمن مقامات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئ إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنفى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوه إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير أحسنت 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 سمعنا الشيخ زياد عبد الله ما شاء الله عليه أدى تلاوة جميلة جدا مرتلة ترجمة نانسي قنقر